بسم الله الرحمن الرحيم معكم أحمد الجرنوسي والنهاردة إن شاء الله هشارك معاكم تجربتي الكاملة في تحويل تركيب كارت الشاشة من الشكل الأفقي للشكل الرأسي أو العمودي باستعمال القطعة دي من كولر ماستر فهشارك معاكم التجربة كلها كاملة إن شاء الله بداة من فتح السندوق وطريقة التركيب الصحيحة وهل الموضوع ده فعلا أثر معايا في الأداء ولا لا وكمان أثر في درجة الحرارة وكمان أثر في درجة الحرارة ولا ما أثرش فكل التفاصيل دي كلها هنعرفها إن شاء الله والقطعة دي جيبتاها منين فتابعوا الفيديو للآخر خلونا نبدأ معاكم كالعادة بفتح السندوق واللي مكتوب عليه لأن كان فيه إصدار أول وده هنا يعني إصدار أحدث شوية الكبل هنا بقى أمتن وكمان القطعة نفسها أو الهولدر نفسه بقى فيه تقدر يعني تخصصوا كده وتحرك الكرته قدام وورا علشان أماكن الكبل كل ده هوضح لكم دلوقتي وخلونا نشوف محتوىات القلبة هتلاقي هنا الهولدر وهتلاقي بعد كده دليل الاستخدام وبعد كده هتلاقي الريزر كبل موجود في الكيس اللي بيجي شبه الهرارات ده علشان الكارابة السكنة وخلافه وهنا الكيبل يعني جودته فعلا كويسة جدا وانصحك لما تيجي تشتري حتى ريزر كيبل بشكل منفصل ما تجيبش يعني كابلات من تحت السلم كده ولا حاجة ولكن حاول تجيب كيبل من شركات معروفة وتعالوا دلوقتي نشوف مع بعض طريقة التركيب طبعا أول حاجة هتيجي تشيل الكارت القديم هنا كان عليه شوية اضطراب نمسحه شوية كده عشان التصوير وهبدأ أفك الكارت القديم الكارت القديم عندي كان بيشغل مكانين من البيسي اي في السلوتس بتاع الكيس فهشيله خالص وهشيل الكابلات بتاعته وبنسبة الهولدر بيدعم كل الكيسات الاتي اكس الستاندرد طبعا وزي من شايفين ملقتش مشكلة في تركيبه وجربت أحط الريزر كيبل فاركب معايا كأنه مكان كارت الشاشة ووصلته كمان فادينة كانت تمام طبعا انت مش تعمل كده ده بس كان حب استطلاع وده هنا دليل التركيب اللي موضح وي اللي بيجي مع الكارتونة طبعا ده كان مهمة جدا بالنسبة لي وبقى كده هبدأ بقى أفرغ الأماكن بتاعت السلوتس اللي موجودة دي كلها ولو هتقدم فهم سبعة واللي بيجوا بمقاس الهولدر بالزبط ده الهولدر عندنا هيركب بالشكل ده والجزء اللي بتحرك ده طبعا تقدر تحكم فيه بالمسامير او تقرط عليهم يعني من فوق لو مش حابوا يتحرك علشان طبعا تديم ساحة للكارت انه تحرك قدام او وراء وده بيدي حرية اكتر لتركيب الكابل لان في بعض الكيسات الكابلات مش هتركب معها بشكل مباشر دلوقتي دي طريقة التركيب هنحط الكابل بالشكل ده كده هنا وبعد كده هنوصله في البوردة وبعد كده هنحط الكارت على الهولدر تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض هنوصل في منفذ بشكل مباشر على البوردة وبعد كده فيه هنا جزء نسيت اشيله فهاشيله بالمرة علشان الهولدر يركب مستريح وفيه مسامير بتيجي معه اه الكت اللي معنا نسيت اقول لكم عليها في الانبوكسنج وطبعا هنا انا استعجلت ووصلت الهولدر بالغلط فالافضل الاول انك تحط كارت الشاشة قبل ما تثبت الهولدر يعني نثبت كارت الشاشة الاول كمان كابلات الباور لقيت صعوبة قوي لما جيت توصلها بالشكل ده فعلشان كده ما حبيتش ان انا اتجهل النقطة دي في المونتاج علشان انت ما تغلطش نفس الغلطة بتاعتي كمان المسامير اللي هتيجي تربط بها الكارت هتلاقي صعوبة في انك تجيب مفك وتربطهم بها فالموضوع فعلا كان صعب فالطرق اللي كانت مريحة معي انه وصلت الباور الخاص بالكارت الاول وبعد كده حطيته على الهولدر بالشكل ده ووصلته بالكابل كمان ويسبته بالمصمرين من فوق كده بعد كده هتلاقي مكانين بيباد فيهم الكارت بالشكل ده فخ تحلي بالك ما تنساش تسبتهم فيه بعد كده تربطهم بالمسامير من فوق ويتأكد انك موصل الكارت كويس من تحت وبعد كده سبت الكارت بالشكل الرأسي ده واربط كويس مسامير التسبيت بعد كده اوصل كابلات الشاشة بتاعتك في الكارت وابدأ بتشغيل الكيس هتلاقي ان شاء الله الكارت تشتغل معك بدون اي مشاكل قفل كيستك ورجع كل حاجة زي ما هي والكارت هيشتغل معك تمام التمام بالنسبة للتغيير بقى بخصوص درجة الحرارة او الاداء هل ده اثر معي وقال لأ الحقي الموضوع ملاحظتش فيه اي تأثير بالعكس ده ان لقيت تحسن في درجة الحرارة والاداء ملاحظتش اي فرق خالص في الاداء فالتجربة فعلا كانت كويسة معي فجربت اشوف درجات الحرارة عن طريق تست ببرنامج فور مارك فاقصى درجة حرارة وصلها كانت اربعة وسبعين درجة في حوالي اربعة وعشرين دقيقة وكمان جربت لعب لعبة مترو اكس ديس اللي كنا عملنا لها بانش مارك ايام عملنا ريفيو بانش مارك للكارت ده لما كان في الوضع الافقي وكان على نفس الكيس بكل المواصفات وبكل المراوح بدون اي تغييرات فكانت درجة الحرارة هناك بتطلع فوق التمانين درجة هنا الحرارة ما تعددش معي تلاتة وسبعين درجة على اعلى اعدادات مع استعمال كمان خاصية ففكرة ان الكارت لما يتركب بالشكل العمودي او الطولي ده بيأثر على الاداء او درجة الحرارة فالموضوع ممكن يختلف نسبيا من شخص للتانية او من جسة للتانية بس يكون الفرق بسيط جدا جدا كم درجة حرارة اثنين تلاتة ولا حاجة ولكن في حالتي الشخصية الموضوع ف احسن وافضل غير كده كمان انا عامل ده مش علشان استفيد بدرجة الحرارة او عشان اداء او اي ان كان ولكن انا كنت اعمله علشان المظهر الجمالي للكارت فيه ناس تقول لك يا عم بقى بلاش واش خارك الدابة وبلاش مش عارف ايه جماعة الناس اللي عندها قطع كمبيوتر وعندها ار جي بي دايما بيكونوا عاوزين يظهروا بكل الطرق يعني موس كيبورد اي حاجة في الكيس فانا واحد من الناس اللي بستمتع فعلا بألوان اضاءات الار جي بي سواء في السطب او حتى هنقعد مع نفسي على عكس طبعا في الناس ما بتحبش موضوع الار جي بي او بتحب الهدوء بتاع الالوان فدي كانت كل حاجة بخصوص تجربة بالرايزر كابل بتاعه واخيرا ما تسترخصش وتجيب اي رايزر كابل مش معروف او من شركة مش معروفة لان ده فعليا ممكن يؤثر معك او تلاحظ ان الاداء مش هو زي ما الكارت بيكون متوصل بشكل مباشر على الماظر بردو وقبل ما اختم الفيديو بقى حابة بشكر محمد ساميح جدا العمال لي منشن وقال لي ان الكارت موج موجود عند المؤسسة الفرنسية للكمبيوتر وبالفعل طلبته وكانت اخر قطعة موجودة طلبتها وجات لي في خلال يومين وبشكر برضو المؤسسة الفرنسية ان هي وفرت لنا اه الهولدر ده والموضوع ده مش اعلان خالص وسعره كان خمسونة خمسونة خمسين جنيه وبشكر برضو مع مصطفى صاحب قناة كانت في مشكلة عندي في كارت الشاشة يا الحقيقة يعني كانت غريبة شوية لما عملت الكارت بالوضع ده فالشاشات اللي عندي اه مش كلها اشتغلت كان في اتنين على واحدة فما كانش بيقرأ الا ديس بلاي بورد واحد بس فكان في شاشة منهم مش شغالة بالديس بلاي بورد فضلت اشيله وحط واعمل ومش عارف ايه كلمت برضو محمد ساميح وكلمت مصطفى فضلنا نقلب ونشوف كم حاجة مع بعض ولكن اه بلا جدوى بعد كده مصطفى قال لي على فكرة المشاكل من النوع ده انت عارف يكون اللي هو اشيله وحط شيله وحط والكلام ده كله هتلاقي فجأة كده اشتغلت منها لنفسها ففضلت اعمل كده ورجعت الكارت الشاشة بشكل مباشر على البورد ولكن كان نفس المشكلة رجعت تاني وصلت الهولدر مع الرايزر كابل وحطته بالوضع الرأسي قلت هسيبه بقى كده مع نفسه جيت اجرب بالفعل لقيته اشتغل منه لنفسه فكانت مشكلة غريبة برضو ممكن تحصل معكم اخيرا بقى لو عقبك الفيديو منستاش تدعوني بانك تضغط لايك لي وتضص سبسكرايب او اشراك للقناة لو حابب تتابع الفيديوهات اللي جاية اللي هنزلها ان شاء الله وتفعل زر او رمز الجرز علشان تكون اول واحد يشوف الفيديوهات دي و اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته